بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء الطلبة، بنات الطالبات، ها هو برلمان الطالب يدخل عامه الرابع أربع سنوات مضت لتجسد على الأرض الجسر الذي ربط بين طموح الفكرة ورسوخ الممارسة ونستطيع الآن بكل فخر أن نقول إننا لا نتحدث عن تجربة بل عن مسيرة نتحدث عن شيء ترسخ وأصبح مع الوقت قابلاً لكل تطوير وإضافة ومخترح نتحدث عن تقليد سنوي أصبح جزءاً من أجندة مجلس الأمة ويحظى باحتمام الجميع هنا من رئاسة ونواب وأمانة عامة ولأن عمر هذا البرلمان أربع سنوات فقط فعلينا دائماً أن ننفتح على فكرة أن الممارسة قابلة للتغيير والتطوير وأن يكون لدينا استعداد ذهني لنناقش مثالب الفكرة وعيوبها ونحرص على تلافيها وأصلاحها أبناء الطلبة، بنات الطالبات، أعرف أنكم متمسكون بفكرة برلمان الطالب وترونه مهماً وحيوياً ولذا أريد أن أوجه حديثي لغيركم لأولئك الآخرون الذين يرون في برلمان الطالب مجرد مناسبة بروتوكولية وحدثاً استعراضياً يخلو من الجدية أقول لهؤلاء إن فكرة برلمان الطالب فكرة متقدمة وتنطوي على أهمية كبيرة وتحوي بين ممارسات أعضائها حجباً هائلاً من الجدية والمثابرة فمن نحن بصدد الحوار معهم هم شريحة شبابية واسعة شريحة هي الأكبر وهي الأنشط وهي الشريحة المشحونة بالأحلام والتطلعات والآمال اللانهائية ومن نحن بصدد الحوار معهم هم الشريحة الأضخمة التي ستتدفق على سوق العمل خلال سنوات قليلة هي الشريحة التي من ملامحها العامة ستعرف كيف هي ملامح التنمية والتقدم في بلدنا هي الشريحة التي ستجبرنا في القادم من الأيام أن نستمع إليها وننصت وهي التي ستقول لنا إلى أين يجب أن نمضي وبعيداً عن كل السلطات الأبوية والمحرمات السياسية والثقافية والتابوهات الاجتماعية علينا أن ندرك أن أبناءنا الطلب ناضجون برغم حداثة سنهم وراشدون برغم محاولات إبقائهم صغاراً لذلك نحن مؤمنون ببرلمان الطالب ومتحمسون له كل عام ولتلك الأسباب نحن منفتحون على كل فكرة جديدة من شأنها أن تطور تلك الممارسة بما فيها فكرة أن نضم في المستقبل طلبة وطالبات المدارس الخاصة لعضوية برلمان الطالب حتى نطمن أن يكون برلمان الطالب ممثلاً لكل طلبة الكويت وحتى لا أطيل عليكم سأقول إن برلمان الطالب الذي يدخل عامه الرابع فرصة لكم أبناء الطلبة أن تقولوا ما تريدون وتوصلوا ما تشاءون من رسائل وأفكار ورؤى وفق اللائحة وجدول الأعمال وفي إطار الدستور ونحن في مجلس الأمة علينا واجب أن نسمع منكم ونتفاعل معكم شكراً جزيلاً لكم على تشريفكم لنا تحت قبة عبدالله السالم في بيت الشعب بيتكم ونتمنى أن نواصل تكراراً مثل هذه الجلسات في كل عام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر